السلام عليكم جماعة أصبح الخير لكم أصبحنا وأصبح الملك الإله إذاً فيديو اليوم هو وشتنجم الدير بعشرة دولار هنا في تنزانيا ورانا في آروشا رح نجولوا معنا في كامل يوم رح يرافقنا كالفين إن شاء الله هو اللي رح يدورنا اللوكل لأكل كل شيء تنقل أول شيء رح نبدو به تنقل خلال الله بسم الله قل عليك إذا جماعة لحية العشرة دولار في آروشا رح تبدأ في توك توك يعني حكي نقول لكم الفين شينيك معناها واحد دولار صحيح؟ جماعة يعني لدي التحدي التحديث 10 دولار سأوع معنا كالفين هو لي قاشح ولي ساوم نعطيك توريست توريست ما هل اليش تقول لهم قبل أفريقا عبر أفريقا هل نتعلم رح؟ جيدا عبر أفريقا شكرا سوف نرى أحد مثل هذا مهلا يسمى مكنزي؟ نعم لا لا تلك أخبركم هل تريد تريد نعطيات كالدولار او شيليند؟ هل تعطي مفكي الخبر لأنهم يعتقد أنني أردائي ويوجد في أوروبا ما أعني إذا كنت تعرف المنظرات أنا أفريكا أفريكا إنا من أفريكا أين أفريكا أجريكا أجريكا إذا أعطيني أفريكا أفعل 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 كمه هذا؟ 15.000 15.000؟ 1.500 هذا الكثير لا الكثير هذا الكثير لا لا أريد الكثير فقط أريد الكثير حسنا كم الكثير 5.000 لا؟ ما أردت كم الكثير كم الكثير كم الكثير نعم ثم يمكننا التحدث لأنه عندما تبيع المنظر كما تبيع المنظر كما تبيع المنظر جملة 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 كيف يتبيع لي جملة نعم هل تتكلم؟ نعم 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 جملة نعم 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 أنا موسلم شكرا شكرا سوف اردت أردت مرأة ماهي بعدها سوف يكون مفتل نعم ما تكلمت في سواهيل؟ أماظ ماهي ماهي لا أنظر أصبح بأسهل أصبح بأسهل أصبح بأسهل أصبح بأسهل نعم بدأت تبيعها لقد أخذتها في الحانوت للمدة 5 دقائق لديك عشرات أخذوا هذا على الكسن و هذا أصبح بأسهل لا أعرف شريتي الحانوت نعم شريتي الحانوت شريتي الحانوت جميعا بنادرناكم جولة هنا في السوق هذا الماركت معروف في السوق فالأسعار ستكون غالية و نحن سنكون أصبح 10 دولار سنصبح أحسن استغلال أبي تاقتي تاكتوك 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 كل الأشياء من اليوروب فأرخص من السوق هناك أكثر شكرا 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 تاكتوك أغلق لنا نرى لما ماما أفريكا نرى لما أفريكا نرى لكم أجل ماما أفريكا أنا لقد أعزب كل من قبل أغلق لما أفريكا فنرى لما أفريكا لقد أمتلنا مكان المشهور here أغلق الاروسة وهو توريس مشهور التوريس اسمه Art Gallery يبيعوا كعس والح على سفنير مرحبا من أين؟ ماساي شكرا هل يمكنك أن تأخذ مرحبا؟ يعني بعد ما يشوفك مباشرة يعزبونك هذا المدخل شوفو جماعي رح توقع جميع حاجة متعلقة بلي سفنير سوف نأخذ ببارك نظره يعني معروف على الشعب التنظاني أنه شعب فنان فارح تشوف رسومات عديدة الحيوانات يعني يمتاز بهذا الشي وحيرفيين هذا هو أفريكا هذا أفريكا 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 هذا جيد تنزانيا نعم أريد أن أفهم عندما أخبره ما هو أفريكا أخبرني أنها تسمى أفريكا نعم 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 أفريكا يعني الفنية تشوف الرسومات تشوف العديد الأشياء يعني ما كان جميع تقدر فيزيته مجانا إذا كنت فيه أروشا شوف شعل فيه من حتى الرسومات هنا ثقافة أفريقيا وثقافة تنزانيا تلقوها هنا نعم قفزة المصائب يمعني أننا توقفنا هناك باش نشروا الماء تقارير قارورة الماء على 1 لتر حوالي 1.000 شيلنج إلى حد الآن ورانا صار فين 12.000 شيلنج كيلفين أين نحن الآن؟ نعم 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 نسمى كيلومبيرو كيلومبيرو يمعنا الإنسان ويجرد الى كلماعات موجودة هااااااااااااااا لاحقا هناك الكالااااااا تقريبا هذا المجنون. يجب ان يدخل عن كديرة. إذا لن تشعر البركات المستخدمية يسمى دال دالا هناك العديد من الانواع جمعون المتطاق كل شيء تبدل الانواع كل شيء تبدل بالانواع امتظروا هذا الانواع يجب ان ترى الألوان إفريقية أهل خدرة من هذا المزيد هذا مزيد؟ مزيد مزيد هذا مزيد هذا مزيد 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 هل تأخذ هذا؟ هيا! 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 الماء قمنا بتقليدية الأكل لكي نشربها بها القهوة حوالي 100 شلنج هذا زوش يقوم بـ 200 شلنج وهذا خاوي يدرون به الـ Balance لكي تقدروا التقضب في رأسها يدرون به التوازن في رصانهم يشوفون أن يلفدون أشياء تقيلة لا يضبع هذا هو ماما أفريكا هذه هي الأشياء التي تفيد لك ماما أفريكا كل شيء هذا متداخل ومطرابط لكي أعطيك ماما أفريكا هذه الجماعة تخلنا إلى مين يبيعون الفواكه مختلف الفواكه مع كالفين كالفين أصلا هو شغل كوكمان لأنهم يعرفون كل هنا لأنهم يعرفون كل هنا سنشرون بعض الفواكه ندوهم معنا للجزائر إن شاء الله ذهبها لأنهم يعرفون إلى الجزائر دالا 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 تيت دالا اذا اول حاجة شرينا المونجو تلت حبات يعني ميزان كيلو جرام واحد حوالي كلفنا 1500 شينينج يعني تقريبا تقريبا دولار واحد يعني بدراحة منها يكون حوالي 200 ميل 300 ميل كيلو ركي طقديس أصدقائهم في أيروكورد يدون نيزان رأيت شريت حسب رانفي في الجزيرة أنا حلت ضادرك شريت زو شكيله بانانز ومونغا شريت خضران أولمان شريت بثلاثة كيلو إذا جماعي شرينا أفوكادو الآن أفوكادو الحبة قامت لنا 1.000 1.000 شينينج الحبة أفوكادو وباشنفروت شرينا حوالي 10 حبات ولا 8 حبات ثاني 1.000 شينينج شعر السعر يواصل الآن لكن أكيد ما زمن فوتوا 10 دولار لخطر شرينا معه كلبن كلبن سيقشحه وأصلا أهل مهنة يعني هو طبخ يعرف جميع الأسعار جماعة ماما أفريكا طريقة عيش طريقة لبس طريقة حياة فأي واحد يأتي من الخارج ولا سائحة تريد أن تكون ماما أفريكا يجب أن تقاليد أن ترفض الأشياء في رأسها تقاليد كل هذا يعطيك إحساس ماما أفريكا وهنا ماما أفريكا رأي في كل مكان لأنه هم يبيعون أكثر من الرجال هم يبيعون الخضراء يعني تلقاهم ناشطين ما شاء الله وتلقاهم بصحاحيهم وهنا المرأة في أفريقيا تعمل أكثر من الرجل على حسب ما عرفته ما حوز أن المرأة هي تعمل أكثر من الرجل يعني المرأة ناشطة هنا في أفريقيا بزد ماما أفريكا هو لقب يطلق على القارة الإفريقية يستخدم للتعبير عن دورها كأم للبشرية مهد الحضارات وأصل الإنسان وأصل التسمية قلت بأن الشعور بأن إفريقيا بتاريخها العريق وتنوعها التقافي تمثل رمز للأصالة والوحدة بالنسبة لأبنائها والإنسانية ككل فارتبطت ماما أفريكا بفكرة أن إفريقيا هي الأم وبالتالي تم استعارة مفهوم الأم كرمز للولادة والنماء حيث تستخدم للدلالة على حب وانتماء الأفارقة لقاراتهم وتأبير عن روابطهم العاطفية القوية التي تجمعهم بهذه القارة فأصبح رمزاً يوحي بالحب والإنتماء لإفريقيا وهذا المصطلح ماما أفريكا لا ينسب إلى شخص معين بل هو تعبير ظهر بشكل تدريجي في التقافة الشعبية الإفريقية والعالمية هذا المصطلح شاعر استخدامه من قبل الفنانين والمتقفين الأفارقة للتعبير عن ارتباطهم العميق بالقارة الأم وكما ستتلكتول majors هيرل يتṭح في ألي Тنزانيا هذه مصطلح مصطلح؟ هذه مصطلح satisfied مهج طعم العميق للتعب gli Lim gur فضل ر tirar هو مساء جراما جراما هو السرعة سرعة من روز نعم وهنا لديه هنا ما لديه أيها المفحامة من زنزيبا كما间؟ قروف المفحامة نعم صحيح لديه كلمانجارو كافي كلمانجارو كوفي نعم لديه يمكو الوصف المحيم والفكو نعم لديه مرحب كلمانجارو كلمانجارو كوفي عربية جميلة عربية دخلنا الماركت سموه سوكوكو يبيعون فيه القهوة كوتريا نرى لا أعرف شبايت شري يأتي في الجزائر ويأتي في المرشي ويأتي للدار لا يوجد طيارة وطيارة فيها كيلوغرام محدد ووزن محدد نرى كوكونات للطيار ترى كوكونات داخلها في هذه الآلة وهذه ماشاء الله واحدة واحدة نرى جديدة وهو براسلي نرى الوحدة واحدة 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 شكرا شكرا الماعدة وقت الأكل والأكل هناك محل المنطقة رخيص وأكل تقليدي أكل طنزاني أه طيح واحدة فاكهة عجيبة وغريبة سموها بابوة تري فهاينا وجدوا البهارات حوالي 1.000 شيلينج شرينها ونحنوها معنا لأننا ندق لها شابا واحدة شجرة سموها بابوة يجيبوها منها جماعة لديهم واحدة العادش فيها بثاف أنه يخيطوا براها كاف الشعرات لقىها تخيط مرحبا بيكون في إفريقيا اوه أين جابنا كالفن كالفن لا يجب لقد أخذت ذلك لا هذا المعلمة أسموها عزيزة أفعل المعلمة المعلمة جاءنا 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 أسد طاولة هو أغالي يجب أن أغالي يجب أن يكون موجود يجب أن يكون تقريباً طبق أوغالي مع فش أو أوغالي مع الحم يعني الصوص على الحم 4 ألف أو 3 ألف أو 3 ألف يعني حوالي دولار حتى دولار و نسب يعني حوالي 20 ألف 30 ألف في الجزائرية وهذه أجمل أكلة بالنسبة للطنظانيين تشاركوا في أديد من البلدان في هذا الطبق وهو أوغالي حتى أوغندا حتى العديد من الدول في كينيا يموتوا على أوغالي تشعرها كأنه عرسية كما تعلم تشيبس مايا هم يسمون تشيبس مايا المشهور أيضاً عندهم و شباب ابنين وأكلة تشيبس مايا هي من الاكتشافات التي اكتشفتها في طنزانيا أنه مشيحنا برك اللي نبغو فريطوملات كامل أفريقيين تبغو فريطوملات وهذا طبق مشهور جداً يأكلوا في الشارع طبق بسيط يعني تعرفوه بطاطا بيت و نخلطوهم يعطينا فريطوملات اللي اسمها تشيبس مايا بالطنزانيا الحاجة الوحيدة التي اختلفوا عننا هم أنه يزيدوا لها السوس و يأكلوها بلي كيردو كما هكا لكن جماعي يديروا واحد الحاجة بث مثلا هذا الأوغالي شوف يعني لازم دلها كما هكا أسف وتتقبها من الوسط وتأكل لكن هما يخزنوا هنا و يقعدوا يديروا لهكا هناك سقسينة يقالي ريلاكسين و تكون فوق الطابلة تعيى أكثر فهم يديروا هكا ريلاكس و تضعوا هذا هنا و رهم يوجدوا في الأوغالي كما يوجد يأكلو بي لقد نستطيع أردت أبداً كما أنني نجحة و تطبيق ايضاً كما قلت لها هذا صديقنا الذي رأى معنا قالت لها كيف لا يزيدكم كم الحوت كم الحم كم شغال يزيد أكثر 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 يعتبر فيه و تبدو أنه يصدقه يشعر أنه يكفي يشعر أنه يكفي يشعر أنه يكفي هذا يجمعه بعد الأكل التي كناه كنا نحن لها تقريباً من الوجبة 3000 شيلنج أي ما يقارب دولار وشوية نقول لنا 30 ألف و 25 ألف الآن جنا نأكل الفواكه هنا يشغل تلقى الفواكه واجدة يعني كامل الفروت وش موجود هناك؟ كائن البطيخ البابايا مانغوز أفوكادو يعني خضر مع فواكه الأناناس وشامندر سكري الخيار وبانانا من داخل وشي أعطيك؟ أعطيك كوردون كوردون كالتالي؟ كالتالي؟ 1000 شيلنج 1000 شيلنج يعني مانبا ماشي لحق دولار بعد ما اتجولنا في طنزانيا كلها من شرقها الغربة والرحلة دامت أكثر من 20 يوم نأكد لكم بالي أنوا أكلهم لديد جدا بسبب تنوع مكوناتها الطبيعية طازجة واندماج تأثيرة التقافية المتعددة منهم العرب والهنود يعتمد المطبخ على نكهات بسيطة ولكنها غنية بالتوابي وهنا الفارق التوابي الجمع فننصحكم لما تجول طنزانيا أنكم تدوا التوابي التواحي المكان آخر وهو مور لوكل رح تشوفوا الأكل مازانا مواصلين في أكلنا إجابة فتراتها اللين رح نأكله المشكاكي المشكاكي هذا مشهور هنا بزب وفيه كل الأنواع كبدا كبدا وهذا شوالك كبدا وهذا كبدا هذا كبدا هذا جيزان ويقصوها كبدا هذا جيزان أول حاجة في اللي رح نأكله هي المشكاك وهو ملي بروشاكي كبدا كبدا حم جاج معين المشكيك شخصيا دقتم في عمان أجمل مشكيك دقتم في عمان كان بارت شوية حماهنة هذا الطعم تاع شوية ناقص لكن العمو ممتاز هنا طريقة الأكل تاحب يبدي كيردون واحد مننا ويبدي حاجة مننا ويخلص يعني كل واحدة حوالي 500 شنين أنا كنت حاسب مجانا قلت لها فري فري قلي لا تبدي حاجة منه وتأكل هكا غالبا ما يكون فش وتدير هنا في ليصوص وتخلصه شكرا بالنسبة لنا هذا هذا طبق سواهيلي السوب تحوت لكن بالحوت لكم ترون فيه جاي يصغير هكا ماهذا السوب؟ ناقا داقا اسمه داقا داقا جاي حلو يعني تنجمتها كلها حاجة سويت ناقا ناقا كلب غريب جما يعني اللي شفتو الان يعني التور اللي درناه والتحدي كان مع كيلون اللي بغي يدير تور كما هكا في اروشا اروشا هي منطقة سياحية يعني بانتياز علاش؟ لسببين السبب الاول انه يديروا فيها السفاري هي المنطلق للسفاري وايضا ممكن يساعدكم بزيف إذا بغيتوا صفاري بغيتوا معلومات دعوا نعطيكم الواتساب ننبر تاعه يعني يكون عندكم واحد في اروشا تجي تشوفوه يعني تكونتاكتوه اي معلومة راي يعطيها لكم حاجة الزوجة اللي يجوا على خطرها اروشا هي كليمنجارو يعني يطلعوا هذك الجبل تاع كليمنجارو اسمه هدو زو الصوالح خلت اروشا من المدن السياحية اكتر مدينة سياحية في طنزانيا فاي معلومات تبغوهم وهاكا نكملنا رحلتنا بالتوكتوك في مدينة اروشا درنا لكم رحلة في المدينة وكملنا تحديتانة 10 دولار ان شاء الله اعجبكم اليوم واشترنا ب 10 دولار دم دم بالعائة والحبدة لا تبغوا نوع من هذا الفيديو سلام عليكم لو شمال council اخريكم ايدي اخريكم ايدي اثنم اخريم ايدي اخريم ايدي اخريم ايدي اخريم ايدي استرادAT اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة